دلوقتي الموجز الأهم وآخر الأخبار مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك باسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال كبرتاقات ومنطقة ظهراء المعادي مع الأتصرات قبيل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي تضمنت أعمال إنشاء محور حصاب الله الكفراوي الذي يربط بين منطقة المعادي من مناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبال الجديدة أعلى الطريق الدئري ومحور الشهيد وصونا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وأضاف المتحدث الرئاسة بأن الجولة شملت مشروع الماذبارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات وحرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية لينقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية تعهد الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي بمواصلة القتال دفاعا عن أوكرانيا مؤكدا أنه سيبقى في كييف حتى اللحظة الأخيرة جاء ذلك في تسجيل مصورش نشره الرئيس الأوكراني على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من أمام مكتبه في العاصمة أكدت روسيا أنها استهدفت بنية تحتية عسكرية أوكرانية بسواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت سبع طائرات وسبع مرحيات وتسع مصيرات أوكرانية كما دمر 821 منشأة عسكرية ومن جانبه أعلن الجيش الأوكراني صد هجوم شنته القوات الروسية على أحد مواقعه في الشارع النصر وهو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يعبر عن الأسف للهجوم الروسي على أوكرانيا في حين امتنعت الصين عن التصويت وصاغت الولايات المتحدة وألبانيا مشروع القرار الذي يستنكر بأشد العبارات للهجوم الروسي على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها فورا هذا وصوت الأعضاء الآخرون وعددهم أحد عشر لصالح القرار دعا الأمين العامل وممتحدة أنطانيو جوتيريش روسيا إلى إعادة الجنود إلى ثكانتهم وشدد جوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على ضروبة منح السلام فرصة أخرى بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يستنكر الهجوم على أوكرانيا وأضاف جوتيريش أن الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر بنشق قوات إضافية لتعزيز القدرات الأمريكية في أوروبا ودعم الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي نيتو وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل قطعة أرض من أراضي الحلف مشيرا إلى أن الحلف سيحافظ على سياسة الباب المفتوح أمام الدول الأوروبية التي تشاطره قيمه والتي قد تطلب يوما الإنضمام له أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إنسانية إضافية لأوكرانيا وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن كيفية تنفيذ هذه الخطوة لا تزال قيد الأداد مشيرا إلى أن واشنطن تشارك بنشاط كبير في تلك الجهود بهدف مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدات القتالية وغير القتالية قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجياته سيرجي لفروف ووزير الدفاع سيرجي شويغر ورئيس هيئة الأرقان العامة فاليري جيراسيموف وذلك بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت سيالين إن واشنطن متحدة مع حلفائها وشركائها الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمناً اقتصادياً ودبلوماسياً باهظاً مقابل الهجوم على أوكرانيا بشيرة لأنها على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ختم موجز التاسعة فاصل ونوض لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر